عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح من سادات بني مخزوم ومن أكبر بيوتات قريش النشأ ومع المثالب التي سجلت على غزله غير العذري لكنه استطاع أن يرسم لنفسه صورة شعرية فريدة ومن ذلك رأيته الشهيرة أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غدا تغد أم رائح فمهجر لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر فقالت لأختيها أعينا على فتن أتى زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلت فارتاعت ثم قالت أقل عليك اللوم فالخطب أيسر فقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أنا تتقي الأعداء والعيل مكمر وقلنا أهذا دأبك الدهر سادرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر إذا جئت فمنح ترفع عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر اشتركوا في القناة